اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على شنة بيضحوا بنفسهم على شنة ما فكروش في اي حاجة ما فكروش في بيوتهم ولا في اولادهم ولا في اهلهم فكروا بس يدفعوا عننا ازاي وعن البلد دي ازاي ربنا يرحمهم يا رب ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم يا رب يا رب الكوات المسلحة يعني احنا مش عارفين نقول اي هي شايلة هم كبير قوي شايلة هم محاربة الارهاب وشايلة هم مكافحة الفيروس اللي عندنا وشايلة هم كبير قوي وما فيش تعاون انا شايفة ان الشعب ما عندوش تعاون احنا شعبي مش عارفين نتعاون مع بعض علشان خاطر نقدر نقف في مواجهة كذا حاجة مواجهة الارهاب مواجهة الفيروس اللي احنا فيه احنا عارفين ان الاعداد كل يوم دلوقتي بتزيد اعدادنا كل يوم بتزيد الحالات بتزيد والوفيات بتزيد وده مؤشر مش يعني يقلق احنا كلنا قلقانين من التزيد دوان وخايفين ان احنا نخش في مرحلة تانية احنا خايفين ان احنا نخش في مرحلة تانية احنا ما نعرفش هتبقى عواكبها ايه علينا احنا عايزين نقول ان احنا كل اللي بنقوله دوان وكل اللي للسوشيال ميديا اللي عامله علشان تنبع عن الناس وتوعيهم وتقولهم الخطر اللي احنا فيه واللي هو ممكن يزيد وان برضو مفيش وعي احنا مفيش وعي خالص احنا الحياة عندنا الناس عايشة الحياة بطبيعتها مش قادرين يقدروا مدى الكارسة اللي احنا فيها هما بس كل يوم بيستنوا يعرفوا الاعداد قد ايه والوفيات قد ايه لكن انتوا تعملوا يعني مجهودات وتحفظوا على نفسك وتحفظوا على الناس لا وبعدين هي الجيش والشرطة مش هيقدروا يعني مش هيقدروا يروح الكل واحد ويقولولوا حافظ على نفسك عشان غيرك اعمل الاحتياطات المفروض ان انت تعملها هي عملت يعني من الاول يعني عملت حاجات كتير قوي وعتنا وقالت لنا وعملت لنا حاجات كتير طيب نخاف على روحنا بقى احنا احنا بقى نخاف على روحنا احنا دلوقتي بنخرج عادي خلص اللي ورا حاجة ونورش حاجة بيخرج في الشارع بنقرب من بعض في الكلام مع ان اقيلين مئة مرة ان احنا ما نيجي نقف نتكلم مع بعض يبقى فيه مسافة ما فيش ده بينا نقرب اكتر الكمامات اللي احنا بنحطها في الاول كانوا بنحطها شواله تتشالت ما بقاش حد يخرج بكمامات اي حد يتعبان ولا بيحس بتعب ما بيلحقش نفسه غير لما يلاقي نفسه في المراحل الاخيرة احنا عايزين وعي شوية عايزين يبقى فيه وعي عندنا شوية مش هنسيب كل حاجة على الجيش وعلى الشرطة هم اللي عملوها هم عندهم مهام تانية فيه مهام تانية وراهم زي الارهاب دلوقتي زي الارهاب احنا احنا في ايه والارهاب اللي جالنا ده في ايه تاني يعني انا مش عارفة العالم كله في ايه واني يطلع لنا ناس ناس ارهابيين في الوقت دوا ومحدش فيه لاي حاجة يعملوا عمليات ارهابية الموته فيها ناس وابطال بيدفع عننا هو بيدحوا بروحهم وبدمهم عشان وعشان البلد دي في الوقت ان احنا بيتلب مننا اقل حاجة نعملنا نحافظ على نفسنا ناخد بالنا من نفسنا ناخد بالنا من اسرتنا من اهلنا مفيش انا شايفة ان ان احنا ربنا يسر داخلين على مرحلة اخطر تزايد الحالات والوفيات دي ان دي مرحلة خطيرة عواكبها ايه بعد كده محدش عارف بس لازم نحط احتمالات احتمالات ان الموضوع يزيد يا جماعة يعني هيبقى كويس لما يحصل حظر كامل والكل يعد في بيوته لا هيبقى شغله ولا هيبقى خروج ولا هيبقى كده طيب ما احنا ننزل للضرورة يعني احنا ننزل اللي عنده حاجة مهمة شغل حاجة ينزل لها لكن ما ننزلش على الفاضي وعلى المال عشان احنا زهقانين ما ننزلش اللف شوية في الشوارع ونقف شوية ونتقسل بدا تعالى وده تعالى عنقف تحت احنا مش هنروح في حتة طيب ما ده بيسبب كارثة وبيسبب تجمعات ودي حاجة احنا في غينة عنها احنا عايزين نلم الدور احنا مش عايزين الامور تفلت مننا الامور لو فلتت مننا هيبقى صعب ان احنا نعرف نلمها تاني يعني احنا فيه وقت عندنا فيه وقت كلنا كلنا نفكر ونعرف ان الموضوع والازمة اللي احنا فيها ديا ازمة بجد فيه ناس مش مقتنعة اصلا انه حاجة فيه انه حاجة اسمها كورون مش مقتنعين انه نفكريني ان الكلام ده كله في الهوى يا جماعة خدوا الموضوع بجد شوية مش عايزين هزار الموضوع مفوش هزار نخرج فاصل ونرجع تاني ورجعنا لك تاني بعد الفاصل فيه موضوع عايز اتكلم فيه برضو موضوع السوشيال ميديا فيه في السوشيال ميديا حاجة اسمها اللي هي التيك توك التيك توك ده حاجات فيديو بيصوروا الولاد نفسهم فيديو وينزلوه والموضوع ده انتشر جدا وخد ضجة كبيرة قوي يعني كل الناس بقت خلاص بتعمل تيك توك وكده بس انا شفت من اسبوع حاجة زي كده ان كان فيه مشكلة حصلت على التيك توك ده ان فعلا كان فيه بنت بتعمل فيديوهات وبتنزلها والبنت دي حصل لها مشكلة ان هي الفيديوهات بتاعتها عملت مشاكل وقالوا ان هي بتحرض على افعال للشباب مش كويسة وفعلا البنت دي تحولت التحقيق واتهددت ان هي ممكن تترفض من الجامعة بتاعتها وان هي حصل لها مشكلة مع ان هي سنها صغير جدا يعني هي في اولة او في تانية جامعة يعني مش ان هي مثلا كبيرة للدرجة ان هي تتفكر ايه مدى عواكب الحاجات اللي هي عملتها او هل ان هي عملتها فعلا حاجات بقصد ان هي تقصد ان هي تحرض البنات او الولاد ولادنا على افعال يعني مش مش كويسة ان هما يصوروا نفسهم ان هما يتكلموا كلام مش مش لائك مش كويس البنت دي انا فعلا اتفرجت على الفيديوهات بتاعتها وفعلا ايه فيديوهات فيها جرأة كبيرة بس الموضوع لما يتطور من حاجة زي تسلية او فيديوهات الولاد بيصوروها علشان يسلوا بيها وينزلوا اسحابهم يتفرجوا يعمل لهم لايك يقول لهم ده انتوا كده حلو كده وحش ان هو يتطور ويبقى مشكلة كبيرة ان هي تهدد مستقبل ولدنا لدرجة ان هم يتهددوا بالفصل من الجامعة او للتحقيق معاهم او للحبس دي تبقى مشكلة كبيرة جدا يعني دي كده تبقى تهديد لولدنا ان الموضوع بيتطور في السوشيال ميديا كتير قوي ان الوقت بقت كل حاجة قدامهم متاحة يعني يا البنت دي ما كانش فيه رقابة عليها فكاد بتصور فيديوهات براحتها كانت بتقول الكلام براحتها وبتلبس براحتها بتخرج تعمل فيديوهات في كل حاجة براحتها ما فيش رقابة يعني الرقابة كانت فين وهي بتعمل ده كله او هي بتقول الكلام اللي دفع البعض ان هو يبتدي يقدم فيها ان هي بتحرد ولادنا او بتعمل حاجة وان هي تتهدد ان هي دي مستقبلها ان هي تتفصل من الجامعة بتاعتها وان هي تتحول للتحقيق يعني ازاي ازاي ده بيحصل يعني احنا مش جايبين تليفونات لولدنا علشان نعمل لهم بيها مشاكل ويحصل بيها مشاكل فين الرقابة رقابة الاهل فين لما تكون بنت لسه ما اكملتش عشرين سنة يعني برضو مش مدركة هي بتعمل ايه هي تفكرها وتموحها رايح لفين هي كان هدفها ايه هي او غيرها هي مش هي بس يعني انا انا تفرجت وشفت حاجات تانية مش اللي بنات بس لا اللي بنات وولاد وفعلا تيك توك ده عمل لهم شهرة كبيرة اوي يعني عمل لهم شهرة كبيرة اوي فيه ناس منهم كانت الفيديوهات بتاعتها كانت مجرد ان هي بيتدحك الولاد يتفرجوا عليها بيقولوا حاجة يعني كان فيه برضو ولد عام الفيديوهات انه هو بيحافظ على صحابه انه هو بيقف جنبهم انهما يعني لو لقهم في مشكلة هو بيحلها ده كان ماشي ده يعني ده ده هدف كويس وما حصل يعني الحكاية دي ما عملتش مشكلة لكن اما يكون الفيديوهات بتحرض على ان الحرية في الكلام الكلام يبقى فيه حرية المناظر اللي هما بيعملوها برضو فيها حرية الحركات اللبس دي تقلق دي تخلينا كلنا قلقانين ان احنا بقى نخش كل شوية نشوف ولادنا بيعملو تكتوك فرجونا وارينا عملتو ايه ده حالو ده ما تنزلهوش ده وحش يبقى فيه ركابة شوية لكن هي ما توصلش شيء انه نتفاجئ انه نتفاجئ مرة واحدة ان السوشيال ميديا تعمل مشكلة ان هي تضيع مستقبل ولادنا تضيعها يعني بعد التعب ده كله اللي احنا تعبناه مع ولادنا يجي في الاخر وحبت فيديوهات على تيكتوك على حاجات ملهاش لازمة اصلا تضيع لهم مستقبلهم يعني قدي الواحد حزين حزين ان البنت دي في المشكلة دي لان مهما كان برضو هي سنها صغير حد بقى كان بيكلم معي هميلي هتتشاري كل الناس هتعرفك هيبقى معاك فلوس حتى لو حصل لك شوية مشاكل هتتحل وهترجعي احسن من الاول الكلام اللي بيتقال كتير وإحنا برضو مش عارفين ولادنا بيخشوا يكلموا مين او بيتخشوا يتعاملوا مع مين المجال بتاع السوشيال ميديا ده مجال كبير قوي يعني مجال واسع مش اي حد يعرف ان هو يخش فيه ويتغوط فيه يعني انا اكتر حاجة بعملها فيه ان انا بفتح التليفون واتفرج على التيك توك لان نزلها عشان اشوف ولادي مثلا بيعملوا ايه او ولادي صحابي بيعملوا ايه يعني كمتابعة عشان اعرف الاخبار مش علشان ان احنا يعني تسليه وبس لا هو مش تسليه وبس هو معرفة الدنيا حوالينا بيحصل فيها ايه العلم كله بيحصل فيه ايه يعني حاجة اقرب لنا يعني الموبايل بيعرفنا كل حاجة بسرعة يعني بيأسرع على طول في ايدينا على طول بنعرف الاخبار على طول بنعرف ايه اللي حصل هنا البلد دي حصل فيها ايه احنا الاخبار عندنا ايه دلوقتي في حاجة جديدة حصلت لكن غير كده بيبقى فيه خوف فيه رعب فيه رعب على ولادنا من السوشيال ميديا وما فيش ركابة انا شايفة ان يعني ركابة مش موجودة طب هي كانت فين ركابة دي انما البنت دي وغيرها وغيرها لما عملوا فيديوهات ونزلوها وتشافت وكل الولاد والشباب شافوها كانوا فين لما بقى ابتدت الناس تقلق على ولادها وابتدت ان يحصل مشكلة وشكاو كتير فابتدوا بقى يعني يجيبوا البنت دي انتي بتعملي ايه بتحردي ولادنا على ايه انا بجد يعني اعايزة يكون فيه ركابة ركابة يعني اكتر من كده الحاجات اللي هتأذينا وتأذي ولادنا وكده نحاول ان احنا يعني نخلي فيه حدود لكن انا شايفة ان السوشيال ميديا هيصيبها الامور مفتوحة اي حد عايز يعمل اي حاجة بيعملها يقول اي حاجة بيقولها ودي مش حرية يعني لا هي مش الحرية ان احنا نعمل اي حاجة ونقول اي حاجة الكلام ده بيسمع في ودن الجيل اللي طالع كله بيقعد يسمعه ويفكر فيه وبيدخل بيدخل على حاجات كتيرة وبتدي يقرأ وإحنا خايفين عليهم احنا خايفين علي الجيل دوا ان هو يطلع دماغه افكاره مشوشة مش عارف ايه الصح من الغلط مش عارف هالكلام اهلنا هو اللي صح ولا الكلام اللي احنا بنسمعه بنشوفه على الموبايل هو اللي صح فانا يعني كل اللي انا بتمنى برضو ان اولياء الامور الاهالي كلهم ياخدوا بالهم من موضوع السوشيال ميديا بالذات بعد الازمة اللي حصلت مع البنت بنقول يا رب يعني هي هي سنها صغير ومش مدرجة ان هي تكون تجربة لها ومتأثرش على مستقبلها ان هي تترفض من جامعة او تعمل لها مشكلة في حياتها الامور برضو عليها مش سهلة فاحنا بنقول يا رب احفظ ولادنا احنا تعبنا قوي معاهم كلنا تعبنا معاهم وخايفين عليهم احنا مش بنقولهم ان احنا بنحجر عليكم او على تصرفاتكم او او ان احنا يعني عاملين عليكم ركابة احنا خايفين عليكم لان كل سن ليه تفكيره يعني كل واحد ما يكبر في السن بيلاقي تفكيره اللي قبل كده ما كانش ناضج وان هو كان بيفكر في حاجات غلط احنا بنقول لهم الحاجات اللي احنا عشناها قبل كده يعني بنديهم درس من اللي حصل لنا انا تفكيري دلوقتي مزاي السنة اللي فاتت مزاي اللي قبلها مزاي عشر سنين التفكيري بيبص للامور بطريقة تانية انا كنت ببص للامور من عشر سنين بطريقة تانية خالص كنت بحكم على الناس بشكل تاني خالص كنت بحكم على الناس بشكلها بمظهرها ما بحكمش بحاجة تانية ببصة لقي اللي انا بحكم عليه ده بشكله بس لو اتكلم ألاقي نفسي ان انا غلطانة الانسان اللي قدامي دوا مظهره ده من يهمني يهمني كلامه يهمني تفكيره يهمني عقله يهمني احترامه لنفسه واحترامه للي قدامه لكن الحكم الحكم على الناس او الحكم على اي اي مواضيع مش بالسهل مش بالسهل واحنا غزبنا عننا ولادنا بيمروا مراحل سن مختلفة يعني اللي عنده 15 سنة مش بيفكر زي اللي عنده 20 مش بيفكر زي اللي عنده 30 بتفرق في التفكير بتفرق في في التصرفاتهم مع اهلهم مع اصحابهم يعني السن اللي هو اصغر من 20 اعتقد ان هو يعني اهله بالنسبة له دول حاجة مش قوية زي صحابه كلام صحابهم دول عام يعني بيكتنعوا بكلام صحابهم قوي وهو ده الصح لكن الاهل لو قالوا حاجة لأهم ما بيقولوا بس كده علشان عايزين يحجروا علينا عايزين بس نسمع كلامه انهم حاضر ونعم وبس الو الو في اتصال عليكم السلام عليكم عليكم السلام مين معي؟ محمد رمضان اهلا بحضرتك تفضل وارلا احنا بنسمع الفاظ والسلام مش تمام خاص فين؟ بنسمعه فين؟ تيك توك اه وغير التيك توك وانت ماشي وانت اه في شغلك اه بنسمع الفاظ لا والله انا ما تكتذير فون من واحد بيت الفاظ مش تمام خالص احنا مش عاستن نعمل خالص بالتيك توك ده الله يبقى شكرا هو هو يعني هو حكاية الالفاظ دي برضو هترجع لتربية كل واحد فينا تربيةه ازاي البيئة اللي طلع فيها عاملة ازاي نظام التعليم بتاعه ونظام البيت اللي طلع منه ازاي هي دي برضو بتأثر عليهم يعني اه فيه مستوى بيطلع هو طلع لأه الاهل والقرايب وكده بيتكلموا باسلوم معينة والفاظ معينة فغزبا عنهم هيطلعوا بنفس الاسلوب يعني مش هيبقوا دول حاجة ودول حاجة بس الالفاظ دي يعني اللي بقت تتقال آآ بقت خلاص دي حاجة موجودة يعني دي حاجة بقت طبيعية يعني آآ الشباب بيقولهم بعض ودي حاجة بقتش يعني ايه جديدة عليهم ولا حاجة بقت عيب يعني احنا بنسمحها آآ في التيك توك والواحد والله هو بيسمحها بيتكسف آآ تم الأغاني اللي طلع فيها الفاظ مش كويسة والولاد بيحفظوها ومبسوطين منها جدا ودي الوقتي اغانيهم المفضلة والمطربين بتوحهم المفضلين ويغنوها في البيت وفي العربية في الشارع وحفظينها صم وهي كلها الفاظ آآ يعني مش كويسة خالص وما فيهاش جملة مفيدة يعني لو مسكت الاغنية اللي بتتقال دي طلعتلي منها جملة مفيدة مش هتلاقي آآ 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 السلام عليكم الساس عبد السطار السلام عليكم عليكم السلامة مهلا بحضرتك مرحبا أمنى yükور هضاء كريم نسبة ليش شباب نقول لأفعالiska ورديها قل أفعال شيو ورديها يعني مهما كانت كبيرة في السن لا فيه احترام ولا فيه تقدير دي ناس يعني di بالزبط. يعني ان الشباب ما بقوش يحترموا كمان السن الكبير. مافيش احترام. هو المفروض ان احنا متربيين ان احنا طول عمرنا السن الكبير ده يعني عندنا ليه حاجة كده خاصة على جنب. ان احنا حتى لو السن اللي اكبر مننا. غيرت فينا احنا ما نردش لاحترام سنه. ان احنا يكون فيه مساعدة للناس اللي سنها كبير. ان احنا نحترمهم. شكرا الاول على الاتصال. ان احنا نتعلم من السن الكبير ده وان لهم عندهم خبرة اكتر. دلوقتي الشباب دلوقتي ما بقاش عندهم احترام للسن ده. كان الاول لما نلاقي حد سنه كبير وان احنا مثلا اه ماشيين حد شايل حاجة منهم تقيلة بنساعد. اه 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 لو في مصلات حد كبير واقف وان احنا قاعدين بنقوم. الحاجات دلوقتي ما بقتش موجودة. انا مش مش عارفة ليه يعني اه. ده ان 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 الجيل الجديد. جيل طالع محدش ربه فيه اله. الحتة دي ان انت اه الناس الكبيرة دي ليه احترامها. اه الناس الكبيرة دي لازم نقدرها. اه الناس الكبيرة دي وجودها في حياتنا زي ما بيقولوا بركة. بركة يعني احنا اه بنتعلم منهم حاجات طول ما هم عايشين. هيقولون حاجات نتعلمها منهم. ما كناش هنعرفها. احنا ليهم خبرة زي ما احنا بعد كده هنعرفها ليبقى خبرة ليكم. وزي منتو بعد كده هي هي ابو سكاس كده او دير يعني هي. اه ماشية كده بتتسلم من حد لحد. يعني اه انا لو ماشية دلوقتي او حد من الناس الكبيرة دول. اه لقيته في ما احنا لقيته في حاجة. اه المشكلة ان احنا نساعده. اه المشكلة لو لقينا حد اه كبير في اه اه شاب تاني او حاجة بيحاول انه هو اه اه يعني يتعدى عليه بلفز او يتعدى عليه بحاجة. اه ليه ما نتدخلش نتكلم اه ان احنا يعني ما ينفعش ان احنا الناس اللي سنها كبير طب انت والدك سنه كبير مش اقدworm بتتعدى عليه لا بكلمه ولا بتصرف يعني طب ناخد اتصال معينا الساست محمد. growing up all practices. الحمد لله زي حضرتك. اتفضل الله والله قيم بيئة المفروض يعني أهاليهم يعلموهم علهم إزاي تكلموه إزاي تعلموه مع الناس الكبار صح حضرتك عندي أنا مزازي وفي أطفال تلعب وتعمل بيئة واحد رجل كبير يردوا عليه ويقولوا له كذا وكذا يعني ألفظ مش كويس مفروض ده أهاليهم تزرع فيهم من قيم والأخلاف من البيت نفسه صح وممكن أنت كمان حتى لو اشتكت للأهل ممكن الأهل يجوا مع ولادهم كمان يعني فيه فعلا كده آه يجوا مع ولادهم مع الغلط فعلا يعني فعلا كتير فيه ولاد بيغلطوا شكرا يا أستاذ محمد فيه أولاد كتير بيغلطوا بيعملوا مشاكل أو كده ولو جينا نرد على أهاليهم يجوا مع ولادهم مع الغلط مش يحلوا المشكلة ويفهموا أولادهم إن فيه غلط وفيه صح لكن لا إحنا إحنا أولادنا دول ملايكة ما عملوش حاجة غلط ويعملوا ممكن مشكلة مع اللي قدامهم لكن يحلوا المشكلة يفهموا أولادهم إن ده غلط لا فيه أهالي فعلا بتعمل كده وده حاجات حصلت قدامي وعن تجربة ويشوفتها بعناية يعني فيه أولاد بيتخنقوا مع بعض فيه ولد يتخنق مع ولد بنت تتخنق مع بنت ونيجي نكلم الأهل أو نرد على الأهل يجوا على الغلط اللي عملوا ابنهم مش مثلا يعتذروا أو يفهموا ابنهم إن ده غلط أو يعملوا مصالحة بينهم بعضهم علشان ما يبقاش فيه بينهم بعض ضغينا يحصل مشكلة بعد كده السيد اتصال معنا تفضل يا سيد سيد أهلا بحضرتك تفضل أيوة تفضل ألو السيد عليكم السلام تفضل عليكم السلام تفضل طيب الاتصال للقاطع نكمل كلامنا تاني برضو عن إحنا عايزين نوعي برضو الأهل شوية إن فيه حاجات لازم نكون قصين مع ولادنا فيها إن مش كل حاجة نقول حاضر ونعم مش كل حاجة إن إحنا ننبلهم طلباتهم دي أنانية هيتعلموا الأنانية أنا مواقف حصلت قدامي حصلت قدام عناية في أولاد أنانيين يحبوا ياخدوا كل حاجة ليهم في أولاد عندهم غيرة فضيعة عايزيني بهمة وبس يعني مثلاً اتنين صحاب واحدة ممكن تقول التانية أنا أحسن منك عشان أنا عندي وعندي وعندي وإنت ما عندكيش يا حرام إنت ما عندكيش إش معنى أنا عندي دا هي مش غلطانة البنت ولا يعني هي غلطانة في حاجة دي غلطة الأهل إن هما بيلبوا لها كل حاجة تسأل أهلاً سيد الشعبان أيوة نعم تفضل أهلاً محمد تفضل أيوة نعم تفضل أنا بس عايز بس أسأل السيادتك عن عن الشباب ومشي الشرفة يومان دول شباب كل مؤلم جوية إيه رأيك في ماشي الشباب مشيهم إزاي برضو مش فهم نعم مشيهم إزاي حضرتك يعني إيه ماشي الشباب من ناحية ماشي الشباب بقى مؤلم لمن دول الشباب الصغير اللي هو من نحن من 16 سنة إلى 20 سنة إلى 24 سنة آه آه ماشيهم مؤلم شوية آه هو فعلاً آه هو الركب فعلاً على التربية هو حضرتك تقصد إن ماشيهم إن ممكن آه سن 16 سنة اللي هو السن طبعاً اللي هو سن المراكز سن القطر وكلنا بنقلق منه آه اللي بنخاف إن ممكن الولاد آه أبسط حاجة يشربوا سجاير مثلاً آه بيخرجوا مع بعض بيروحوا آه اللي هو آه اللي هو آه في السايبر بتاع البليستيشن آه فممكن آه واحد بيشرب سجاير هيعلم الكل واحد بيشرب شيشة هيعلم الكل هو ده السن اللي منقاض مع أصحابه يعني ده بيعمل كذا والتاني ما عملاش بقى انت آه كده ده ده انت فرفور انت انت تكيوت قوي انت بتخاف من ماما وبتخاف من بابا يعني يخلوه بقى ان انت لازم تكون راجل فاشرب سجاير بقى واشرب الشيشة واخرج وصهر بالليل وارجع بقى وش الفجر يعني السن ده بيبتدي فعلاً من سن 16-17 سنة وبرضو بقول إن برضو لازم الأهل يكون فيه ركابة وبعدين هو أول وقت الشباب هيخرجوا ازاي؟ هيخرجوا ازاي غير ما يكون معهم فلوس ما هي برضو كتر الفلوس مع الشباب ومع البنات بتعمل كارثة الفلوس في ايديهم هتخليه متاح ليهم يجيبوا كل حاجة يعملوا كل حاجة النفسون فيه يعني مش كل ما يطلبوا فلوس ياخدوا مش كل ما يعوزوا حاجة يجيبوها دي بتعلمهم الانانية بتعلمهم الغرور بتعلمهم إن أنا متاح ليه كل حاجة أنا ما بطلب من أهلي لابس فلوس خروج حاجة بلاقيها لا إحنا نجيبها بس ما نجيبهاش في ساعتها مرة واتنين وتلاتة ويعمل الصح وينجح وزاكر وإنت عملت غلط وقلت لفظي مش كويس يجيلك ازاي؟ انت بتسقط هيجيلك ازاي وانت بتسقط ما بتذكرش طول الليل صاران وقاعد على التليفون يجيلك ازاي؟ إيه؟ إيه؟ يعني إيه السبب اللي يخليني ألبلك طلبك؟ لكن أنا بقول في أهالي ولدها يقولوا الحاجة قبل ما يقولوا يقولوا حاضر ونجيب علوم وده حاجات حصلت قدامي من أهالي قدامي حصلت بيلبوا لهم كل حاجة لو لبا العصفور بيجبهولهم وده هيشوفوا خطرتها مش دلوقتي مش في سن 9-8 سنين هيشوفوا خطرة الموضوع ده ده لسه الموضوع كل ما الولاد بيجبروا على نفس النظام ده كل ما المصيبة بتجبر معاهم ومش هيعرفوا يلموها هي لو ما تلمتش في الأول في السن الصغير هتبقى صعبة تتلم بعد كده لأن الوقت كل ما بيجبروا كل ما بيجمدوا دماغهم بتجمدوا بتنشف فبيبقى صعب السيطرة عليهم فإحنا بنتكلموا وبنقول إن إحنا من الأول من الأول لنكون قوي قوي وتزمتين معاهم ولا نكون كل حاجة متاحة معاهم لا بالراحة وحبة حبة مش أي تليفون يطلبوه في ساعتها ييجي مش أي فلوس لو طالبوا 100 جنيه ديهم 20 لو طالبوا 50 ديهم 10 وتاني يوم بديهم الباقي يعرفوا إن الحاجة ما بتتخدش في ساعتها قالوا لفظ يتعاقبوا ما ذكروش يتعاقبوا عملوا أي حاجة غلط يتعاقبوا كده يبقى فيه برضو يعني إلى حد ما بنعمل اللي نقدر عليه عشان نحافظ عليهم هم بعد كده بعد كده هيفهموا إن كان اللي إحنا بنعمله ده صح مش غلط لكن في ساعتها هم بيعرفوا إن إحنا ظلمة لألي دول ظلمة مش بنعمل لهم حاجة مش بنحبهم إحنا ما بنحبهمش لو بنحبهم كنا لبنا لهم كل حاجة ما يعرفوش إن إحنا اللي بنعمله دوا لمصلحتهم بعد كده في مستقبلهم في درستهم في شغلهم وفي حياتهم بعد كده يعني ما فيه ناس كبار بتطلع متلبيلها كل حاجة أهلها لبتلها كل حاجة وبعدين تلعب ملقوش حاجة يعني يعني اللي لقى نفسه ما فيش اللي لقى اللي كانوا بيلبلوا كل حاجة دور راحه وهو خلاص خد إن كل حاجة تتلباله فملقاش ده فضاع لا نفع في شغل ولا في جواز ولا في حياة ولا شال مسئولية المسئولية دي علشان الشباب يشلوها لازم يحسوا إن مش كل حاجة بتيجي بالساهل إن كل حاجة بياخدوها بالتعب أنا باخد عشان أنا اكتهت علشان أنا تعبته وانزلته وانجحته وعملته وكنت كويس وكده فأكفقت لكن ده أنا باخد كده كده أعمل الصح ليه أو أسمع كلامهم ليه طالما كل حاجة بتجيلي على الجهاز أنا بقول للأهالي اللي بتلبي كل حاجة لولادها تلحق نفسها تلحق نفسهم قبل ما الزمام يعني يفلت منهم نلحقهم نلحقهم وناخد بنا من السوشيال ميديا اللي هي بقى طلع خراب للكل يعني احنا دي طالع احنا احنا مش عادين جنبهم جنب الموبايلات شايفانهم بيقولوا ايه ولا بيعملوا ايه كل واحد عامل باسورد لنبايله كل واحد عامل وممنوع حد يعرفه ولو حد عارفه بيغيروه في ساعتها نعرف بيعملوا ايه بيشوفوا ايه بيتفرجوا علي بيكلموا مين بيبعاثوا فيديوهات لمين دي كارسة دي كارسة دي كارسة ولو احنا الكارسة دي ملحقنهاش احنا كده هنضيع ونضيع جيل بحاله هنضيع جيل بحاله احنا الوقتي بنحارب بكاذا حاجة احنا ألو السيدة شايماء عليكم السلام اعلم بحضرتك الحمد لله انت اللام ليه الحمد لله انت فضل بولك انت اللام في ألو ألو الصوت الصوت مش السماية هلو الو الدكتورة معي هلو هلو آه هي بتقول ان ان ولادها ما بيسمعوش كلاما يعني بتقول ان هم الولاد عندها ما بيسمعوش كلاما يعني أنا مش فهم surrend AD معروف ان هم بيسمعوش الكلام مش كل حاجة بنولاها بيسمعوا كلام يعني ده يبقى حاجة كده فالتة لما فيه أولاد يسمعوا كلاما ما يسمعوش الكلام مش هنسمع احنا كمان كلاما عقب يوم خدي التليفون خدي حاجة اللي بيحبوه ما تعملوهوش هيعود يفكروا مع نفسه احنا عملنا ايه علشان اتاخد مننا كذا وعشان اتعاقبنا علشان ما بناخدش مصروف علشان ده كله وهيراجعوا نفسه مش على طول هي مرة في مرة يعني لما يلاقوا فيه عقاب على طول وفيه ده كده اها بنعمل اللي علينا والبقى على ربنا بس انا بقول ما نسبش الامور السايب في السايب انا بقول ما نسبوش احنا كده الاعدة اللي احنا قعدناها ديا الفترة اللي فاتت خلت تفكرنا كله يتغير احنا ما كناش فاضين قبل موضوع الازمة اللي احنا فيها ما كناش فاضين نقعد في بيتنا كتير وما كناش فاضين نفكر كتير ونقعد نتكلم مع بعض كتير كنا كلنا بره اغلبية الوقت شغل نادي خروج ملات اللي بيعرح القفيات اللي بيعمل فما كناش معا عندنا وقت كنا مشغلين وقتين اللي مع صحابنا بنتكلم ونرغي ونقول ما فيش وقت لكن أما جات الأزمة ديا وخلتنا نقعد شوية نفكر مع نفسنا في حاجات كتير قوي احنا احنا الحاجات اللي كنا ما بنفكرش فيها وكنا عايشين الدنيا خروج ودخول وننزل نشتري ونجيب وخلاص كده فخدنا بنا ان في حاجات كتير قوي بنعملها غلط ان احنا فعلا ما كناش عاملين ركابة على أولادنا صح يعني دلوقتي أما الأم بقت تقعد في البيت حتى اللي بتشتغل حتى لو بتروح شغلاء وبتيجي يعني خلاص ما فيش فرصة تانية بتخرج وفي ناس بيتروح شغلهم وقعدوا لظروف اللي عنده ظروف صحيح فقعدوا في البيت أكبر وقت قعدينوا مع أولادهم فابتدوا ان هم ياخدوا بالهم منهم ويبصوا عليهم ورايحين جايين عليهم اختفوا فين بيكلموا مين كده دخلين طلعين مين معاكوا على التليفون بتقولوا ايه بتعملوا ايه القعدة دي يعني جات بفايدة علينا كبيرة قوي ان احنا عرفنا أولادنا أكتر وولادنا كمان عرفونا ما كانوش بيعودوا معنا كده ان احنا بقنا نقعد في البيت كمان في حاجة قعدت البيت خلت الولاد الأول كانت بتجيب أكل من برة بالهبل يعني حتة الأكل اللي كانوا بيجيبوه من برة دين كانت على طول قعدت البيت دي خلت الناس تعمل أكل في بيوتها يعني بقيت تعمل أكل في بيوتها فالولاد بأم يكلوا في البيت أكتر قبل كده كانوا بيتسا وسندوتيات ومعرفش ايه وكان ده غلط برضو على صحتهم ما ده غلط دي من الحاجات برضو الغلط اللي كانت بتحصل قعدتنا دي والله بفايدة لنا ربنا عملها في الوقت ده علشان احنا محتاجينها رأي احنا محتاجين الأعداد دي في البيت ربنا مش هيعمل فينا حاجة وحشة خالص ربنا دايما بيعمل الصالح واللي فيه فايدة لنا هو شايف ان في الوقت ده لازم ان احنا كلنا نقعد في بيتنا لازم ان احنا نلتزم بحاجات معينة نعملها لابنسمعش الكلام معرفش ليه مابنلتزمش معرفش ليه هو احنا ممكنش الجيش ورانا والشرطة ورانا ما نعملش حاجة طب هو يفضل ورانا على طول هما هيفضلوا يمسكوا كل واحد فاضين هما مش فاضين هما ما راهم بلاوي تانية الجيش والشرطة وراهم بلاوي تانية مش فاضين ليمشي ورا كل واحد يقول له روح ما تقفش ما تخرجش التزم انا مبارح خمس عربيات شرطة جوم وقفوا عند البيت عندي شباب وقفين ولاد بلعبوا كرة نعرفش الدنيا كتهايسة في الحاضر هما جوم الله يبرك له هم نزلوا فضوا دا كله فضوها وفضلوا وقفين لما تفضت هما بس مشوا الزبات رجبت والعربات مشتوا كل حين وخلاص اتمنوا ان هما مشوا كل الناس اللي خرجت ولي مش رجعوا في نفس الوقت تاني رجعوا تاني نفس القعدة والتجمعات مع بعض كل واحد في عربيته واخد له عشر من اصحابه وقعدين اللي يشرب سجاير والقعدين يحكوا مجموعة بتلعب كرة يعني يعني الجيش والشرطة يسيبوا شغلهم يجوا يمشوا وراه ورا الناس في كل حتة يفضولوا عادلهم ما كنتش انت خايف على نفسك هما خلاص مشوا لك يخافوا عليك طب ازاي يعني ازاي هو احنا فينا عقل هنا ولا ده 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 بنفكر بايه اللي عنده عقل اللي عنده مخ واللي عنده عقل يفكر اخاف على نفسي واخاف على غيري وشكرا لحضراتكم